فقرة الضيف ومحورنا الرئيسي لهذا اليوم اللي راح يكون عن البطولة العربية واللي حصد بيها منتخبنا خلالها المركز الثالث واللي احنا نحكي طبعا عن كرة الطائرة واليوم ضيفنا اللي منورنا ومشرفنا المدرب المساعد لمنتخب العراق للناشئين بكرة الطائرة الكابتن رسول سلطان يسعى صباحا كابتن صباح خير عليكم صباح خير عليك كابتن صباح خير على جميع مشاهدين رياضية العراقية وبرنامجكم الموقر بداية خلال نكون للمشاركة العربية لمنتخبنا الوطني وحصد المركز الثالث في البطولة العربية كيف كانت أجواء هذه البطولة كيف كانت السعدات لهذه البطولة وبالتالي تكللت بحصد العراق للمركز الثالث بالبداية الحمد لله وشكرا على توفيقه أود أن أقدم شكري جزيلا إلى كل من سانت وساهم ودعم هذه الفريق خصوصا هذه ظروف العصيبة اللي عصفت بالاتحاد وباللعبة وفي مقدمتهم نتقدم شكري جزيلا معالي وزير الشباب الرياضة اللي كان دعم رئيسي لهذه الفريق خلال لقاءة للفريق مرتين في أواخر الليل في بيته ووعدنا بأنه يكون معسكر لكن شاءت الظروف أن يكون المعسكر الداخلي والرجل وفا بوعده أقمنا معسكر تدريبي داخلي وين يعني بأي محافظة؟ في محافظة كربلاي مدة 10 تيام ومعسكر الثاني في محافظة سليمانية لمدة 7 تيام حتى يكون المشاهد العزيز بالصورة مجمل إعدادنا هو 22 يوم خمس تيام جمعنا اللاعبين في بغداد وجلنا كموحدة تدريبي ومن ثم انتقلنا إلى محافظة كربلا ومن ثم إلى محافظة سليمانية بطلقيني أسألك شنو السبب أنه يعني أقيم المعسكر داخل العراق وانت قلت بالنوى الوزير وعدكم أنه رح يدعمكم يكون لكم المعسكر خارج العراق في الواقع الظروف المالية التي مر بها الاتحاد أو تمر بها عموم الرياضة العراقية خصوصا بعد حصر الأموال بيد وزارة الشباب الرياضة والرجل مع الوزير الشباب كان متعاون جدا لكن اللي يصدر هي مسألة الجراءات الروتينية أنت عرف أنك كل يزيد الجراءات الروتينية حسابات ومالية وتدقيق وخطأ في السك هي دائما اللي ممكن تأثر بشكل كبير على مساحة الوقت اللي يحتاجها المدرب واللاعبين والفريق بشكل عام بأي رياضة أثرت علينا بشكل بضبط 22 يوم في كل المعسكرين المحطتين الاستعدادية يعني هذا كان كافي بأن يهيئ منتخب متكامل بجميع الاستعدادات إذا ما تكلمنا بحسابات العلمية والفنية هذا غير كافي إذا ما قارننا فرق الباقية أقل فريق اللي هو الفريق الأردني عسكر لمدة 6 شهور يعني بالأشهر هذا أقل فريق عسكر 6 شهور استعدادا البطول العربية وآخر معسكر قيم عندهم في تركيا لمدة 15 يوم الفريق المصري جاي من بطولة العالم حاصل على رابع عالم سنة كاملة تكلمنا مع الكادر الفني وصلت علاقات وأخذ رد بالكلام أنه الفريق المصري صار سنة يعدل هذا الفريق وشارك بطولتين أخرها بطولة العالم اللي قيمت في تونس قبل شهر وحصل على رابع عالميا فرق مجهزة فرق في إمكانيات عالية من ناحية المادية ومن ناحية الدعم من قبل القائمين على هذه اللعبة أقل فريق هو الفريق العراقي من ناحية الإمكانيات لكن لما تكلمني على المستوى العراقي نال إعجاب الجميع خلينا أسألك عن بخصوص هذا الموضوع دخل المنتخب العراقي بكرة الطائرة إلى هذه المنافسة وبهذه الإعداد الفقير خلي نسمي نوع المام مقارنة مع باقي المنتخبات هناك كيف كانت المنافسة بالنسبة للمنتخب العراقي وماذا عن اللاعبين المتواجدين داخل المنتخب هل شاهد هناك مواهب عراقية في هذا المنتخب بالتالي صنعت الفارق في هذه البطولة بالتأكيد المنتخب العراقي لقى أعجاب الجميع ونال أعجاب خصوصا المنتخب المصري يعني أصعب مباراة المنتخب المصري بصريح العبارة تكلم عنها المدرب الفني فريق المصري قال بصريح العبارة أجهدني وأنهكني الفريق العراقي وأرفع له القبعة أثنى على المنتخب العراقي كثيرا؟ أثنى جم والوحيد اللي صلى بعد ما فاز الفريق المصري صلى الفريق كله بكامل فريق صلى احتفاءا بفوز على الفريق العراقي الفريق العراقي كان نت قوي قابقه وسينة أدنى يعني اللي خسرنا عليه قابقه وسينة وأدنى من المباراة من هاي تقصد؟ إحنا كانوا مرشحين المباراة النهائية لكن شاء تصدف أن ننتقي في شبه النهاية مع الفريق المصري لا يخفوا عليكم الفريق المصري فريق ذات إمكانيات عالية فريق أطوال أكثر مرشح للفوز بالبطولة هو مرشح 100% لكن الفريق العراقي فاجأت جميع بأداء البطولة بلاعبية الرجال كانوا على قدر مسؤولية أبرز اللاعبين اللي ممكن نعتبرهم ما جنيناه من ثمار في هذه البطولة بالواقع الكل هو مويز لكن نحن نتكلم عن الستة الأساسين اللي هم نالوا أعجاب الجميع والأمانة أتكلم آسف الأمانة انظلموا لاعبين انظلموا مسألة التتويج ومسألة توزيع الجوائز احنا كان أفضل لاعب مميز عندنا هو كابتن فريق منتظر محمد واللاعب اللي هو يحمل رقم أربعة واللاعب اللي نال إعجاب الجميع وسميه بجبل عرب اللي هو محمد علي أنور رقم سبعة إضافة إلى اللاعب المعد حسين علي واللاعب السنتر مهر عدنان اللي أخذ أفضل سنتر بالبطولة وهذا إنجاز في تواجد مصر وإذا ما شاهدنا لعبين مصرين أطوال مطبيعية معدر أطوال خمسة إلى أربعة منهم مترين وعشرى مترين وثمانية مترين وتسعة والله هذا يسموهم القدعان والله كانوا قدعان لكن فريقنا للأمانة كانوا أقدع أو أشد بطولة من هذا الفريق المصري لكن شاءت الظروف طيب كابتا من خلال المستويات المتميزة التي قدمها المنتخب العراقي وخاصة اللاعبين هل كانت هناك مفاتحات من بعض المنتخبات لانضمان بعض اللاعبين إلى عقود احتراف هناك في بعض الأندية في مصر أو السعودية أو البحرين للأمانة تلقي أنا قريب عن اللاعبين وتلقينا تقريبا ثلاث عروض سبق وأن تكلمنا أنا واللاعبين والكادر تدريب كله كابتا سعد اللي هو مدر فريق الأول أرفع لقبع كابتا سعد وحيي من هذا المكان لأنه رجل يعمل مجد وإخلاص وتفاني وإضافة إلى كابتا إحسان وكابتا عادل اللي هم نفس الكادر الفني عندنا ثلاث لعبين منظمهم محمد أنيوار اللي هي رقم سبعة وماهر ومنتظر لكن الحد الآن هي بس مجرد مفاتحات ما في أمور رسمية بالضبط إحنا اليوم استحقينا فعلا المركز الثالث أم كنا نستحق الأفضل أم هذا ما حصلنا عليه كان مفاجئة لا لا مفاجئة الفريق العراقي كان يستحق المركز الأولى أول أو الثاني نعم يعني الليفل الأعلى الليفل الأعلى إحنا التقينا بالمركز الثالث والرامع مع فريق عمان اللي هو كان وصيف النسخة السابقة اللي فاز على المنتخب العراقي في مباراة تهديدين المركز الثالث الأول والثاني كان نصيب عمان والبحرين وكان نصيب مركز العراقي المركز الثالث لكن اللي يحسب لهذه البطولة أنه البطولة السابقة كانت فرق المشاركة قليلة لكن اليوم نحن شاهد 11 فريق بمشاركة فرق المغرب العربي جزائر يعني فريق فريق جزائر فريق متمكن فريق قوي فريق المصري المعروف عن رياضة المغرب العربي هي رياضة متطورة قياسا لدول الوطن العربي الباقي خليني أسألك كابتن عن أنه العراق حصد المركز الثالث في هذه البطولة ومستوى متميز قدم في هذه البطولة خليني أعرف أنه كيف حفزتوا اللاعبين لاعب نشوف أنه المنتخب كذا يعني المنتخب السعودي خلي أذكر أو المنتخب البحريني أو المصري مستعد لهذه البطولة على أعلى مستوى من خلال معسكرات الخارجية وغيرها واللاعب العراقي معد إعداد فقير ودخل هذه البطولة وحصد المركز الثالث كيف يعني حفزتوا اللاعبين لهذه البطولة ويعني استطاع المنتخب العراقي أن يحصد المركز الثالث فيها نحن علاقتنا باللاعبين علاقة أخوة وصداقة اليوم أنت اللاعب لما تكون صديقي له قريب أنه رح يقدم كان دورنا بالمناسبة دور صعب جدا لأنه مهمة صعبة أكيد مهمة صعبة أكيد ومكانيات قليلة واللاعب تعرف مولد 2001 هذا ما يتجاوز الـ 18 سنة هذا فمشايل فكر تدريبي أو مشاكل مشايل فكر تعليمي يعني ما صار لعمره التدريبي ما يجاوز 3 إلى 4 سنوات صعب تقنع لكن الحمد لله والشكر قدرنا أن نوصل لمستوى هذه الفتية ونقنعهم بأنه هي مسألة أمانة مسألة العراق فوق كل شيء فوق كل الاعتبارات نترك الظروف جانبا نحيناها وبالفعل نحن نحينا الظروف والاعتكاز على مسألة الظروف والمعاوقات الغالية قضيت مضر عن السلبيات وركزت بالإيجابيات وجل اهتمامكم كان في البطولة حيئنا الفريق حيئنا نفسيا قبل أن يكون بدنيا هو من ناحية البدنية هذا السؤالي طبعا عذرا عن مقاطعة كابتن أنه احنا ثلاث أقطاب الكادر التدريبي الناجح هو المدرب الأول والمدرب المساعد ومدرب اللياقة البدنية حدثني عن الأمور البدنية المتعلقة بلاعبين الشباب حيث أن الكرة الطائرة معروفة تحتاج إلى السرعة والتركيز والخفة أيضا شلونت عملتوا مع اللياقة البدنية؟ لعبين أصلا هم لعبين نخبا لعبين درجة أولى نعم يعني هو هذا محسب للاتحاد أنه فرض موليد لألفين وواحد أن يشارك كلاعب أساسي في الدوري العام وبديلة يكون نفس اللاعب نعم لذلك لما شاركنا بهذه البطولة شاركنا بلاعبين كبار هم صغار في السن لكن كبار في الأعطاء كبار في الأداء اللي صار أنه 22 يوم هذا مو وقت كافي لكن هم مثل ما تكلمت لكم أنه أصروا على أنه يقدمون ما يليق فيه سمعة الكرة الطائرة العراقية ويعيدون أمجاتها بعد أن دب اليأس في نفوس الكثير من عشاق الكرة الطائرة الكرة الطائرة في الفترات الأخيرة أخذت راجع لكن سلامة الأخيرة نجد أن الكرة الطائرة تقدمت والدليل أنه 2017 حصلنا على مركز ثالث عربي كرجال في مصر و2017 أيضا هم نفس الناشئين اللي أخذوا مركز ثالث في نفس العاصمة الأوردينية عمان والعام الماضي رابع آسية نص هذا الفريق ونفس الكادر التذيبي ما عدا يعني ما تجدت موجود بهم نفس أستاذ سعادل أستاذ أحسان وأستاذ عادل أخذوا رابع آسية اللي قيمت البطولة الأسيوية في البحرين الحمد لله قدرنا توفق مدرب اللياق الأخي أحسان كان جاد بعمله وكان مجتهد وكان نركزنا عن وحدات تذيبية كانوا وحدتين تذيبية باليوم أجهدوا اللاعبين لكن الحمد لله وشكر هم كانوا على قدر المسؤولية وتحملوا صات عندنا بعض يعني إنجاز غير مسبوق الكرة بالفعل بالفعل يحسب دعنا أسألك عن انتقاء اللاعبين في هذه البطولة مثل ما قلت لاعبين شباب لا تتجاوز أعمارهم يعني 2001 أو يمكن أقل كيف يعني كان انتقاء هؤلاء اللاعبين يعني حنا نشوف أنه ممكن أكثر اللاعبين ممكن يزورون وشفنا في كرة القدم تمت محاربة هذا الشيء في كرة الطائرة كيف ممكن أنه تنتقي هذه الأعمار بعيدا عن أنه التزوير أو غيرها كان هدفنا الأساسي أنه مسألة التزوير هذه النقطة للسطن من تهين نعتها لاعبين الذين انتقيناهم هم لاعبين من خلال الدورة العراق العام اللي سنة 2018-2017 موسم اللي انتهى هم لاعبين مميزين ومعروفين ومسجرين لدى الاتحاد ومعروفين يعني هم بثل ما تفضلت ذكرت لكم أنه شاركوا في العام الماضي بطولة آسية خمسة من عدهم في أعمار صغيرة شاركوا بطولة آسية يعني دون العمر المطلوب وهذه تجربة ناجحة أنه يزج في بطولة آسيوية في المستوى هذا وهو دون العمر المطلوب فأكيد حد المستقبل يعني هو هذا كانت فكرة الاتحاد وفكرة كادر التدريبي المنتخب أنه نعد المستقبل هل سنة اللاخن بقوة الله ونفس الفريق هذا إن شاء الله بقوة الله وتوجيهات الأستاذ جميل العبادة الرئيس الاتحاد أنه نفس هذا الفريق يعد إلى السنة القادمة لهذه المواهب لهذه الإمكانيات تكلمت عن كيفية انتقال اللاعبين بالتأكيد أصحاب الاختصاص اللي هو الكادر الفني والكادر التدريبي المؤكيد إن شاء الله بقوة الله أنه واحد من المؤكد يعني لجنة خاصة هم نفس الفريق هم لجنة كاملة لاعب المميز هو التأكيد اللي يبرز بالدوري هو مسجل حصائياته موجودة حصائيات عندنا وهو بالتأكيد رح يفرض نفسه ويكون لاعب مميز معروفين يعني لاعبي الكرطارة هم على عدد العصابع يعني إذا ما تكلمنا عن الاختبار اللي سوينا أحنا اختبار اللي دعينا باللاعبين هم 41 لاعب من مجمع لاعبي الكرطارة بالعراق أجونا 41 لاعب صار الاختيار على 11 لاعب وما ثم إلى 12 لاعب اللي هم شاركوا للبطول العربية طيب سؤال مرتبط بجواب حضرتك يعني اليوم حتى يكون في تهيئة للعب بشكل جيد ومناسب شيء مشابه لكرة القدم أيضا في موضوع تدرج صحيح وسليم حتى يصل إلى موضوع الفاينل بيرفكت يعني النهاية الجيدة الحسابات العلمية التي تكون لهم أنه اللاعب يتدرج من مسألة الأشبال إلى الناشئين إلى الشباب إلى 23 اللي هو الأولمبي دون 23 ومثم من المنتخل الوطني لاعبين أغلبهم الدرجة من هالسلسلة المراحل اللي ممكن هي تعدل العرب يعني ما نفتقد أي حلقة بكرة الطائرة لا أشوف هو المفروض تكون أكو دوري للناشئين وأكو دوري للشباب نعم نحن للأسف لقلة الإمكانيات البعض يعاب على الاتحاد أنه ما عندها هذه استراتيجية قلة الإمكانيات المادية قلة الإمكانيات لتوفر القاعات المناسبة لعدة عوامل من ضمنها أولا قلة المنشآت الرياضية أثنيا قلة الأندية اللي تساهم بالكرة الطائرة نحن اليوم كل أنديتنا متجهة كرة القدم نقطر السطر صحيح نتهينا من هذا الموضوع هذه الأندية ساهمت بدور كبير بتراجع مستوى الكرة الطائرة وإلا هو كانت أيام زمان كان في بغداد في بغداد في الزمان كان 12 نادي للكرة الطائرة هي الطائرة أصلا يعني كانت حصة دراسية رياضية موجودة في المدارس يعني هذا شيء أساسي كان أهم من كرة القدم وأساسية وأساسية فعلا كانت مشاركات بهالوقت هذا يمكن أني ذكرت بحلقة من الحلقات استضافتوني بحضراتكم هنا ذكرنا بأنه هي هسا يعطونا محاصصة أو درس شاغر أو من القبيل هذا بضبط في حين كل دول العالم تعتمد على الرياضة المدرسية كانت في الزمانات أيام زمان الرياضة المدرسية ورياضة مركز شباب الرياضة دعم ركز شباب الرياضة هم من رافض لأساسي من متخباتنا الوطنية اليوم نفتقر هذا الحال هذا الأسف نفتقر هذا الحال طبعا كابتن شكرا لحضورك اليوم ولمعلماتك الثارية وأكيد نورتنا في حلقة هذا اليوم الله يحفظكم نورين وجودكم شكرا لكم شكرا لقناة العلاقية الرياضية المبدعة دائما متألقين دائما إن شاء الله شكرا لك شكر جزيل كل من ساهم ودعم وكرر شكر جزيل لما وزير الشباب الرياضة والأستاذ جميل العبادة الرياضة ولكل أعضاء الاتحاد وكل من ساهم في هذا الإنجاز هذا الإنجاز يحسب لكل ألف مبروك للشباب من الرياضة الأبطال كابتن منتظر البطل وكابتن محمد علي وماهر أبطال حقا نالوا أعجاب الجميع متحياتنا أيضا شكرا لكم شكرا لك